بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرح المرسلين نواصل اليوم شابتر 7 لكتشار 7.6 ونحل السامبل وبروبلم 7.3 هنا في عندنا هذي الكولر هذي اللي عندنا هنا باللون الاخضر نقول لكم ان وزنها كم 20 نيوتن السلايد يعني تتزحلك في ايش في هذا الرود اللي هو فيرتيكال فيرتيكال رود بدون اي فريكشين بدون احتكال النابض الموجود عندي هنا معامل الثابت تبعه هو 30 نيوتن بيرميتر الطولي اللي ابتدائي تبعه لما يكون مضغوط يعني X0 يساوي القيمة هذي اللي هي 4 ايش المطلوب مني هذي الكولر اذا تحركت وصارت عند position 2 يعني لمسافة 6 متر من position 1 اعطينا ايش اعطينا في هذه اللحظة اللي هي الفيتو ساوي كامل اولا نودنا نبدأ من position 1 نحن نعرف انه النابض هنا اعطانا طول تبعه قالنا انه 8 اذا تمدد كام النقص منه طوله الابتدائي اللي هو 4 متر يصير طوله الحالي التمدد الحالي اللي هو X1 ساوي 4 متر نجيب الالاستيك فورس هذي نجيب لها potential energy ساوي 1 على 2 X1 ساوي 24 نوتر متر هلا ودنا نجيب ايش ودنا نجيب potential energy ال potential اللي هي VG لكن لاحظة datum لازم نحطه المرجع تبعنا لازم نحطه في مكان معين نحن هنحطه في هذه النقطة لاحظ اللي هي نقطة بداية الحركة ونحن نعرف انه VG هذه انها تساوي W مضربة في ايش مضربة في ال Y اذن قديش ال Y في هذه اللحظة هنا عند النقطة هذه يساوي 0 لانها ما تحركت في تجاه ال Y نهائية اذن VG تبعها تساوي 0 V عند النقطة 1 اللي هي الكل ال Potential Energy اللي هي الكل يساوي Elastic Force زايد اللي هي Graphity ويساوي 24 زايد 0 24 زايد 0 هذي يقين عند Position 1 اللي هي النقطة هذه قديش كان ال Potential Energy تساوي 0 ليش لانه V1 عندها تساوي 0 اذن 1 على 2 V2 تساوي 0 الآن نروح ال Position 2 بعد ما تحرك من النقطة 1 صرنا عند النقطة 2 كديش فيه Elastic أولا لازم نعرف X2 X2 كم تمدد هو هنا تمدد كم لاحظ ناخذ العشرة هذه ونقص منها الأربعة اللي هو الطول الابتدائي يصير عندنا 6 متر بنفس طريقة حسبنا ال Elastic LVG نحن هذه عندنا هو X Axis صح وهذا Y Axis قلنا هذا هو Datum عندنا قديش ال Y هنا تساوي كم في التجاه السارب تساوي ال ويت على الج ال ويت 20 الج 9.81 إذن أنا عندي هذه المعادلة معروفة القيم كلها معروفة إذن عندي conservation أنا عرف أنه الطاقة الحركية أنه T1 plus V1 تساوي T2 plus V2 T1 تساوي السفر شفنا ها في السعيد الماضي V1 شفنا كم 24 T2 اللي هي هذه قيمتها وال V2 اللي هي هذه شفنا حل المعادلة هذه مباشرة يعطيك أنه V2 تساوي 9.39 إذن هذه هي السرعة لما تتحرك الكولر بمسافة 6 متر باتجاه الأسفل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته